السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن متى ينتهي غسيان الحمل الصباحي ومن هن الأكثر عرضة للإصابة به يستمر غسيان الصباح في العادة من الأسابيع 6 وحتى الأسبوع 12 من الحمل وتبلغ زرواته بين الأسابيع 8 و10 من الحمل وفقا لدراسة عام 2000 التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر واختتم 50% من النساء هذه المرحلة أي انتهى الغسيان لديهن تماما بحلول 14 أسبوع من الحمل أو في وقت قريب من دخولهم في السلس الثاني من الحمل ووجدت هذه الدراسة نفسها أن 90% من النساء قد تخلصنا من غسيان الصباح بحلول 22 أسبوع في حين أن تلك الأسابيع قد تبدو طويلة بشكل مزعج إلا أنه يمكن أن يكون هناك راحة غريبة في حقيقة أنها تعني أن الهرمونات تقوم بعملها وأن الطفل ينمو لذلك فنكرر أن حوالي 50% من النساء يتخلصنا من الغسيان الصباحي بحلول 14 أسبوع من الحمل إن شاء الله أما البعض الآخر فقد ينتد لديهن غسيان الحمل إلى حلول الإسبوع الثاني والعشرين ثانيا من هن الأكثر عرضة لغسيان الصباح قد تعاني بعض النساء من غسيان الصباح قليلا أو بشكل معدوم بينما يتعرض البعض الآخر لخطر متزايد لتجربة أكثر حدة أما الأكثر عرضة لذلك فهن الحوامل بتوأم حيث أن مستوى الهرمونات لديهن تكون أعلى ممن تحمل بطفل واحد اثنين اللواتي لديهن تاريخ عائلي بغسيان الحمل ثلاثة اللواتي يعانين من الصداع النصفي أو دوار الحركة أربعة اللواتي حملنا سابقا مع غسيان الصباح الشديد في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت الأمن واللاقي وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ